يه! والله ما تصلع حبيبي والله ما لدائم بس من بالله ما لدائم مدري ليش أنت يعني مضياف مضياف حبيبي قلبي مضياف مرحبا معكم عمر بركان رجعت لكم برنامج ما يغلى عليك الموسم الثالث مع أول حلقة يمكن أن أنتوا استغربتوا أن أنا بروحي بس ما عرف لو شايفين في حد وراي ولا لا هاي! شهد سوف تكون زميتي في الموسم الثالث هلو حبايب هلو حبايب هلو حبايب كل شي متحمسة أنه أنا معكم سيزن بري من ما يغلى عليك من ما يغلى عليك من هالسيزن سيكون فيه مفاجآت وأشياء كل شي حلوة فأخلي عنكم علينا دائما ليلة هالسيزن لا ستكون موجودة إلينا لأن نعيدها الشو الثاني على نفس قناة ما يغلى عليك أخلي عنكم عليه لأنه نهمينا كل شي حلو واليوم مغامرتنا غير هل تعرفين ماذا يوجد الباب أم لا؟ انت قول نحن في مزرعة سيف بالحصائي هالمزرعة فيها حيوانات ولا تخطر على بالكم بها حياة تايجرز أسود نمور اللي يعجبكم كل شي سنشوفه جواه فإن اليوم سنأخذكم في جولة داخل هالمزرعة وسنراويكم ما الذي مميز عن هالمزرعة عن أي مزارع ثانية كنا زو كنا حديقة حيوانات تعالوا كل صوات الحيوانات سمعتها قبل ما تخل الشي سمعت كل شي متحمسة شوفوا شوفوا باش كيف الهندوز وعيد خلوين كان يخوف يا جماعة ألاقيك ألمها بعمر ألاقيك ألمها بنودع الناس من الباب وثينكيو إن شاء الله تنستويانه وخلاص مناسب أروح ما حاسبت؟ مو قلتي ما تخافي من الحيوانات؟ رأيك أولاد؟ عمر عمار والله حباني أراح هناك أبو سيدك ناري ناريك وجهة ناريك ناريك مو أتإنتظر وصلنا الآن فيه طبعاً ورايا ما أعرف لو ترون لو لا أنا عند الدب ومستحير سأدخل عنده يجلني مثل البيبي يبدو مثلاً يلحمس على ايدكم وهي شي لما عزتوا تنطول حليب أول مرة أتقرب من دبها الكثر صح؟ أنا شايف الجريزلي شايف الشسمة بس من بعيد عملي ما أتقرب منهم ولا مساكت واحد لا تخاف بس يلحمس على ايدك وصلت عند حيواني المفضل رجالي عيشوا مع كم بنت أكثر من ستين فيميل عيشوا معهم والله رجال والله رجال هذا قرد من نوع ثاني شوفوا روحانا النساء شغلتها هو وصل عندنا أستاذ الشيخ بالحصة اللي هو مالك هذه المزرعة طبعاً رح نأخذ ويا تور عشان يعرفنا على المكان أكثر خليكم معنا كمان لدي الحيوانات هنا بالمزرعة نشكروا شفا عندي فضول قريباً 350 حيوانات ما شاء الله طبعاً هذا المينة سمسمينا من أجلس الزراف لأنه مطلع على المنطقة روي روي الزراف فأخليكم تتصورون مع الزراف وانتم تأكلوهم كل شو حلوة الزرافة في أفريقيا أفريقيا نعم الزرافة تدخل داخل كان قاعد تقول لي أمر كما تدلللين الحيوانات هنا نعم ما شاء الله والله معتنين بهم معتناء ما شاء الله ما كوهيك هنا الحيوانات أنا أمدل عنهم أعتبرهم عيالي أعتبرهم عيالي ما أقصر فيهم أصرف عليهم صار بعض الأخوان يقولون لي سيف أنت مش طبيعي تصرف الصرفيات هذه كلها عن الحيوانات لكن ساعات الإنسان يصرفها في الخير أفضل ما يصرفها في شيء غلا موسيقى اليوم أول مرة أنا أمضح لي بالبير الدب والتايجر الريتا أعوني بعد أول مرة ألزم كل الشعور مختلف صح بس يجنن بس يجنن بس يجنن بس يجنن تشوفون من وراي الحيوانات لا يحسون بشعورنا الداخلي بالخوف بس يحسون ويقرون لغة جذب سيطلعني لا لا خايفة منك لا يوجد داعي تطلع تعتبرها واصلة إذا إحنا خايفين وبين على لغة جسدنا إحنا خايفين حيوان ممكن يستغل هالشي بس إذا اصطرفنا بهدوء عادي حتى وإحنا مرعوبين من جو ما رح يحس انت محاس مو تعرف أنا بس أن أنت تكون موجود وياي بالقفص أحس أن أمار أمار متعلم عليك هم شاب عانين طول الوقت أوكي ما يكونون اغراسيف ما بايي الحيوان هذا فإن تفترع أي إنسان حتى لو طلع برع الكيت مستحيل يمشي بالقفص والطيور اللي هكي يحقون لأنه عرفوه يحبوه يعرفون أنه هو كلهم صحتين عافيات عافيات تاكبت واو الحريم لبعضيهم يختيب واو بس جول كيبت بس جول كيبت بس جول كيبت وصلنا ما هو الوراء؟ جاكوار طبعاً جاكوار نتحدث لكم عن حيوانات بشكل عام إنه قد مدللة هنا في المزرعة One Mister Saif على قد ما نبدأ نحافظ عليهم وفي نفس الوقت نعطيهم أو نوزهم على بعض الحداق الحيوانات الموجودة في الدولة طبعاً عندنا مكيفات لجميع الحيوانات مثلا عندك الجاكوار هاريك الخل في موجود مكيفات موجودة حتى تشتغل بعض الأوقات في فترة في الشتاء لما يكون شوي جو ساخن وفي نفس الوقت عدنا له الرشاشات المائية الرداد هذا الموجود بعد أن نستخدمها في فترة في الشتاء مراحل مراحل نشوف الأسد معاً إيد الأسد اللي هناك كبر راسم في النورمالي الفيميل هي مواراً جرازم تحب هي اللي تصيد حقاً الذكر يريح هو اللي تنتبث عن شو اللي حقناً حوالياً اللاين هو ما يقوم يصيد مرات يعني يوم يجوع مريح مريح سلطان يرقت 18 ساعة ها يرقت 18 ساعة 18 ساعة 18 ساعة 18 ساعة طموح جديد طموح جديد اللي صار أسرت أنا كل ما أشوف حيوان مريح هذا أصيرها قبل وشما شفنا القرد اللي عيش مع 60 بنت أول مرة أقول أني أتمنى أكون قرد أول مرة يا رجل يا رجل يا رجل لا تنسون تابع وإعجاب وإعجاب كل المصائب اللي صارت اليوم لازم تشوفوها كاملة وبالحلقات الجاية يهمينها فلازم تسوون تابع